بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمع قال إمام أحمد رحمه الله وعن الحارث بن معاوية الكندي أنه ركب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله عن ثلاث خلال قال فقدم المدينة فسأله عمر ما أقدمك قال لأسألك عن ثلاث خلال قال ربما كنت أنا والمرأة في بناء ضيق فتحضر الصلاة فإن صليت أنا وهي كانت بحذائي وإن صلت خلفي خرجت من البناء فقال عمر تستر بينك وبينها بثوب ثم تصلي بحذائك إن شئ قال وعن ركعتين بعد العصر فقال نهاني عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن القصص فإنهم أرادوني على القصص قال ما شئت كأنه كره أن يمنعه قال إنما أردت أن أمتهي إلى قولك قال أخشى عليك أن تقص فترتفع عليهم في نفسك ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم بمنزلة الثرية فيضعك الله تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك باب آخر في ترتيب مسنة الإمام أحمد وذكر فيه ما داء عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في ذكر شيء من فتاوات وقضايات وبعض ما حصل في خلافته من حوادث رضي الله تبارك وتعالى عنه من هذه الأحاديث أو الأثار لداءة عن عمر رضي الله عنه حديث عن الحارس بن معاوي الكندي أنه ركب إلى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه سافر من المكان الذي هو فيه إلى المدينة حيث عمر رضي الله عنه ليسأله عن ثلاث أشياء قال فقدم المدينة فسأله عمر ما أقدمك فقال ليسألك عن ثلاث خلال ثلاث أشياء أريد أن أسألك عنها قال ربما كنت أنا والمرأة في بناء ضيق فتحضر الصلاة فإن صليت أنا وهي كانت بحذائي وإن صلت خلفي خارجت من البناء يعني يتكلم عن صلاة الجماعة إذا حب يصلي هو وزبته وبيوتهم كانت صغيرة وكانت ضيقة وهو بيذكر ذلك وإن إنسان يتخيل مثل هذا البيت هذا البيت لإنسان يعيش فيه كانوا زهدا والله تبارك وتعالى عنه وكأنه من زهده كان السؤال الثالث الناس طلبوا منه أن يقص عليه يعني يذكرهم ويعيضهم البيت اللي هو فيه أبار عن أوضة الأوضة اللي فيها هو وزبته عما ييجوا صلهم الاثنين لو صلت خلفه هتطلع بره الأوضة هتطلع بره تبقى في الشارع إذا صلت خلفه إذا صلت مع دماع هتصلي بجواره مفيش مكان إلا يتصلي بجنبه يتصلي خلفه إذا كانت خلفه وتبقى بره في الشارع بره الأوضة يعملوا إيه فعمر رضي الله عنه أفتاه بأنه إن شاء صلت بحزائه يعني زكان الأمر على الضيق الهم وبيذكره قال وتستر بينك وبينها بسوق يعني تبقى شيء لزع فيك للصلاة ولكن تستر بينك وبينها بسوق هذا يصلاة الرجل مع المرأة زكان الرجل يصلي مع مرأته دماع فلتكن المرأة خلفه فهذا للأصل فيها الصلاة في المسجد جماعة بصلي الرجال في الصفوف العول يليهم الصبيان يليهم آخر حاجة صفوف النساء وجاء في الحديث أن خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف الرجال أخرها وخير صفوف النساء أخرها وشر صفوف النساء أولها يعني يكون كلما بعدت النساء عن الرجال كلما كان الخيري في ذلك وهذا في الصلاة الإنسان اللي بيصلي فكيف في غير الصلاة هنا بعد النساء عن الرجال هذا فيه الخير قرب الرجال من النساء فيه الشر وفيه الفتنة فعمر بن خطاب رضي الله عنه يفتي بأنه اجعل بينك وبينها حادث يعني إذا كنت هتصلي ما تلزأوش بعض وأنتم في الصلاة ولكن اجعل بينك وبينها سوى هذا محمول على الضيق إلا هيجعل الرجل يصلي جنب زكت الذي ينفضعه قد تكون زكته وقد تكون أخته وقد تكون أمه امرأة تصلي معه فعلى ذلك يجعل بينك وبينها ساترا حاجزا بينك وبينها هل هذا واجب؟ فليجب أنه يجعل ساترا بينه فتو عمر رضي الله وتلعان يعني يحطط لهذا الشيء وإلا فلا يجعل أن يجعل الرجل بينه وبين زودته حاجزا وهو في الصلاة هنا فليكون المرأة تبتعد شيئا لا تنسقش بالرجل وما يصلي الرجل مع الرجل يبقى القدم في القدم لكن المرأة مع زودها يبقى تبتعد عن تكون خلفه فإذا ضاق المكان فلتكن بدواره ولكن لا تلتصر بالرجل هذه الفتوى الأولى لعمر رضي الله عنه اختار أنه يدعل ثوبا حاجزا بينه وبينها الفتوى الثانية يقول سألت عن ركعتين بعض العصر هل ممكن أصلي ركعتين بعض العصر فقال نهاني عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في الحديث ثلاث ساعات كان ينهى عن الصلاة فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ينهى عن الصلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح هذا وقت تحريم ووقت قبيل الظهيرة بقدر ركعة لوقت استقلال الضدل بالرمح هذا وقت تحريم أيضا وعند قبيل الغروب لما الشمس تصفر على وشك الغروب قبل الغروب حوالي عشر دقايي ربع ساعة أيضا وقت تحريم للصلاة هذه ثلاث أفقاد قصيرة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نهي عن الصلاة فيها ولكن جاء وقتان طويلان نهى أيضا عن الصلاة فيها وحمل على الكراهة وهي بعد صلاة العصر أنك صليت العصر قلص ما تصليش نوافل بعد العصر إلا ما احتجت إليه إلا ما احتجت يعني هذه يكره أن تصلي بعد العصر إلا ما تحتاج إليه صلاة لها سبب كما يذكرون كأن الإنسان دخل المسجد بعد صلاة العصر صليت العصر في مسجد وجدت مسجد تاني صلت الفجر في مسجد وجدت هنا تحضر درس الفجر يبقى هنا حتصلي تحية المسجد قبل ما تععد في المسجد يبقى وقت لهبعد الفجر طر했어요 حتى أنك صليت الفجر ما فيش صلاة إلا ما له سبب فإذا كان وقت التحريم ووقت طلوع الشمس إلا أن تكون فريضة فاتت صاحبها كأنه ضاعك منه صلاة الفجر وقام في هذا الوقت يصليها في هذا الوقت فيقول عمر نهاني رسول الله عن ركعتين بعد العصر قال وسألته عن القصص كان رجل من الزهاد فالناس تربوا منهم يقص يزكرهم يعني يعود في المسجد ويزكرهم وكانوا يسمون الموعظة والكلام في الرقائق والكلام في التهزيب النفوس والقلوب يسمونه القصص لأن كثيرا ما يكون فيه حكايات عن السابقين فعلوا كذا قالوا كذا فيها فيسمى بالقصص قال فإنهم أرادوني على القصص يعني القوم طلبوني هذا الشيء فقال عمر ما شئت لنت عايشه ما شئت كأنه كره يعني لو أحب له ذلك لقال قص عليهم ولكن عمر خاف من هذا الشيء قال ما شئت كره أن يمنعه يكون صد عن شيء من أمر دين الله سبحانه وكره أن يأمره بذلك أنه يعلو في نفسه فاغتر فردو الأصر وقال لعمر إنما أردت أن أنتهي إلى قولك يعني أنت أؤمرني بأمر علشان أعمل بالإمتحة أقول أنتهي إلى قولك قال أخشى عليك أن تخص فترتفع عليهم في نفسك يعني عمر كان يخف من رياء في هذه الأشياء أني خف على نفسك أنك تعود تذكر الناس الناس يفكوا الناس يحصل لهم التأثير تبتدي تحس أن أنت بقى المذكر وتتعالى في نفسك شيء وراء شيء لغاية أن تحس أنك بقيتها فوق الناس أنت في النجوم وهم على الأرض حتى يخيل إليك أنك فوقهم بمنزلة الثرية النجم في السماء فيضعك الله تحت أخدابه اليوم القيام الإنسان الذي يغتر في نفسه حتى وإن كان مذكرا وإن كان واعظا وإن كان حافظا للقرآن وإن كان إذا كان هذا الأمر لمؤمور الدين يدفع الإنسان للغرور يكون عقبة يوم القيام الضياع هذه الأشياء تهذب إلا عايز يهذب نفسه غيره فلتكن هذه المواعظ مهذبة لنفسه هو فليطعذ هو بها ابتداء قبل أن يطلب للناس أن يطعذوا بها أيضا من مداء عن عمر رضي الله عنه يقول أبو سعيد الحضري خطب عمر الناس فقال إن الله رخص لنبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد مضى لسبيله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله عز وجل وحصموا فرود هذه النساء هذفة وأخرى من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يخاف على الناس من الفتن ويعني كان له أشياء يتشدت فيها عمر رضي الله عنه بحسب الواقع الذي أمانه رضي الله تبارك وتعالى عنه فهنا هو وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بمتعة الحج أنه يحدون لما حدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحد وعمرة ومنهم من أهل بحد اللي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حدة الوداء البعض أهلوا بعمرة والبعض أهلوا بالاثنين قارين حد وعمرة والبعض أهلوا بالحد فلما وصلوا وطافوا بالبيت أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة كلكم خلوها عمرة إلا من ساق الهج ده اللي سموه فسخ الحج إلى العمرة يبقى كأنه بدل ما تبقى من الآن تفضل محرما لغاية أيام الحج لا حل الآن تحل من العمرة تمكس حلالا وبعد كده في يوم التروية تحرم الجديد ده أمر النبي صلى الله عليه وسلم فالبعض من الصحابة يعني كأنهم نحن نعضى أربعة زي الحج ويوم التروية يوم تمانية خلينا محرمين غير يوم تمانية خلينا محرمين أربعة التمانية فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا أمرا جازي من صلى الله عليه وسلم فكان ذلك وادبا عليه فسخ الحج إلى العمرة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان وادبا عليه أن يفعلوا ذلك حتى يخالف ما كان عليه أهل جاهلية كان أهل جاهلية يرون أنه لا يدس الإنسان يعمل عمرة في أشر الحج فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعملوا العمر في أشهر الحج مات النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك لما جاء عمر رضي الله عنه كأنه حصل حالة في الخلفات حصل حالة فبناء على هذا الذي حدث تشدت جدا رضي الله عنه في هذا الشيء ومنع لا متعلق هنا بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص له الله ما يشاء رخص وهذا من عمر خطأ هذا خطأ من عمر رضي الله عنه لم تكن رخصة نبي صلى الله عليه وسلم ولكن كان أمرا وجزا به النبي صلى الله عليه وسلم إنما عمر يعني يعني يعلل ما ذهب إليه رضي الله عنه وعمر لا ينسخ شرع الله سبحانه لكنه اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه إنه بلاش متعة الحد إن انت تتمتع من عمر إلى الحد لخشي عمر زي ما بيقول هنا حصنوا فرود هذه النساء حصنوا فرود كأنه خشي على النساء إن في وقت التمتع ما بين العمر إلى الحد الرجل يجامع المرأة لغاية ما يدخل عليه متروية ويحرم بالحج يبقى لسه فاكر الجماع يروح عمله تاني بطل عليه الحد كأنه حصل أشياء من هذا القبيل في عد عمر بناء على ذلك منعه وأمر الجميع إنه تفرد الحد الحد وظن عمر أن هذا المعنى هو ما في القرآن أتم الحد والعمرة لله يعني تسافر سفرية للحد وسفرية تانية للعمرة ما يبقوش مع بعض هذا تفصيله رضي الله تبارك وتعالى عنه والعلماء لم يسكتوا له مسكتوش العمر ولكن أنكروا عليه كيف تعمد إلى شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم فتنهى الناس عنه فهذا رأيه رضي الله تبارك وتعالى عنه فهو بناء على ما رآه أمامه من حاجات حصلت فأمر بذلك ولولي الأمر أن يأمر بشيء الذي يصلح للناس ويصلح للناس أما إنه غير شريعة له ولا عمر ولا غير عمر ليس الحق هذا الشيء وفتوى عمر تتعلق بشيء معين يقال في مثل هذه الظروف يجوز العمل بفتوى عمر رضي الله عنه لكن الأصل ما أجمعت عليه الأمة أنه يجوز الإحرام بالنسك الثلاث هذا إجماع يجوز أن تحرم مفردة يجوز أن تحرم قارنة يجوز أن تحرم متمتعا بالعمرة إلى الحج ويمكن بعض العلماء ممن كانوا معاصرين يعني رأى أن العمرة أو التمتع هذا واجب يجب فإنسان الضيح بحج بس لا يجب عليه يفسقه يجعله عمرة يمكن قال بهذا مثل هذا القول أو قريبا منه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه وقلده بعض العلماء في عصرنا وهذا خطأ هذا خطأ من ابن القيم ومن العلماء الذين قالوا بذلك إذا أجمعت الأمة على شيء ما فيش حد يلغي هذا الإجماع فلس تم الإجماع على أنه يجوز الثلاث مناسك العلماء في كل كتب الفقه ينقلون ذلك إجماع الأمة على جواز الحج مفردة الحج قارنة الحج متمتعة لا قيمة لرأي أحد يقول إنه لا هم اتنين بس هو واحد بس وكذلك عمر رضي الله عنه حين اجتهت لم يلغي هذا الشيء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وليس من حقه أن يلغي إنما هو اجتهاد رأاه رضي الله تعالى عنه ولذلك العلماء يختلفون هل حج التمتع أفضل ولا حج الإفراد أفضل ولا حج القران أفضل العلماء يسألون في هذا الشيء يعني أحد يكون متمتعة لاحظ متمتعة عنده وللنها عنه عمر رضي الله تعالى ولولماء يقولون هل حج التمتع أفضل ولا القران أفضل ولا الإفراد اللي يقول الإفراد يقول لأنه كل واحدة بسفرية الوحدة يبقى السفر أكتر السواب أكتر اللي يقول ل التمتع أو القران قالوا الإفراد ما فعلوه وش النبي صلى الله عليه وسلم اللي فعلوا وده أو ده التمتع أمر به والقران فعله صلى الله عليه وسلم يبقى المفاضلة بين الاثنين هل التمتع أفضل ولا القران أفضل طلع منهما ذكر عمر رضي الله تعالى عنه فإذ اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم حج قارن إذن القران أفضل بعده التمتع اللي يقول لا دا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه كلهم أن يتمتعوا يبقى التمتع أفضل وهو نفسه قال لولا أني سقط الهدي لدعلتها عمر يعني كنت تمتعت أنا أيضا لذلك يتوسط البعض منه العلم يقول من ساق الهدي يطلع من بلده معاه الهدي سأجب هذا الأفضل له أن يكون قارن اللي خرج من بلدي معهوش الهدي إذن الأفضل له أن يكون متمتع أيضا مما جاء عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عن يقول ما يقول بجالة كنت كاتبا لجزء ابن معاوية عم الأحنف ابن قيس فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانهوهم عن الزمزمة هذا أيضا من عمر التوجيه وفتوى من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بيقول أنه اقتلوا كل ساحر وساحرة هذا حكم الساحر الساحر كافر تعلم السحر الكفر وربنا لما ذكر في القرآن قصة هاروت واماروت قال وما يعلماني من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فلا تكفر بتعلم السحر وما للممارسة بأيه إذا كان لا تكفر أنك تتعلم على السحر يبقى ممارسة السحر هذا من الكفر والرد عن الجين لذلك أمر عمر رضي الله عنه بقتل كل ساحر وساحرة فقتلوا في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه سواحد قالوا ثلاث سواحد قتلهم في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أيضا يقول وفرق بين كل ذي محرم من المجوس لما فتحوا بلاد الفرس في بلاد العراق وبلاد إيران كان المجوس يبيحون في دينهم أن يتزوج الرجل أخته ويتزوج الرجل ابنته يزوج رجل أمه يبيحون ذلك فعمر كتب كتابا طالما فتحتم هذه البلاد وصارت تحت أحكام الإسلام فرقوا بين كل محرم ورحمه ما يلكش بلد ليحكمها الإسلام وفيها واحد يجاوز أخته والواحد يجاوز أمه فأمر بالتفريق بين كل محرم وحريمته الثالث أمر قال وانهوهم عن الزمزمة الزمزمة طريقة من طرق هؤلاء كانوا لما عدوا يكلوا مع المسلمين مثلا وعودوا في مدنس يقوم مع بعض لهم طريقة يتكلم بها يفهمها اللي قاعد معها بس غيرهم ما يفهمها يوميزامز يطلع كلمات كده بفهمه وهو آفل شفيف ويزم عليها ويطلع كلمات اللي حوله بس يفهمه اللي هما مثله غيرهم لا قد تكون مؤامرة بين هؤلاء المدوس اللي قاعدين يدبروا للمسلم اللي قاعد معهم شيء بهذا الكلام فعمر بن خطاب نهاهم عن هذه الزمزمة قال انهاهم عن الزمزمة فيقول راوي الحديث هنا قال فدعاهم لهو عام المعاوية هناك قال وصنع لهم طعاما واسمه جز اسمه جز قال وصنع طعاما كثيرا وعرض السيف على فخذه يعني جمعهم وحطوا لهم أكل وتعالوا عدوا كله وحطوا لهم السيف يوريهم يعني خلوا واحد ينمزل بأهو بيأكل فسكروا ولا واحد فعل هذا الشيء شوفونا يعني قوة الإسلام عظمة الإسلام حين يكون مسلمون أقويا لهم الأمر ولهم ينفق ما هوش الأمر الغرور ولا التحكم في الناس بالباطل لا ولكن التحكم بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى بالأمر المعروف والنهي عن المنكر إيبا هنا إذا كان مجموعة من الكفار أعدين مع مسلمين وكان ما يقدرونش يحدثوا أنفسهم يؤذروا المسلمين بشيء وفي أحكام شرعية مسلطة على الجميع فيقول هنا فجاء المدوس فألقوا وقر بغل أو بغلين من ورق وأكلوا من غير زمزمة ولم يكن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قبل الجزية من المدوس ما كانش الغاية أول وعهده ما أخدش الجزية من المدوس لغاية ما جال عبد الرحمن ابن عوف وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مدوس هجر فقبلها عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه من هؤلين أيضا جاء عن مالك ابن أوس بن الحدثان يقول أرسل عمر بن خطاب إلي رضي الله تبارك وتعالى عنه فبين أنا كذلك إذ جاءه مولاه يرفع فقال هذا عثمان وعبد الرحمن وسعد والزبير بن العوام قال ولا أدري أذكر طلحة أم لا مجموعة ممن بشروا بالجنة وعمر بن خطاب أرب إليه من بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ودع أهل شورته من أهل العلم وأهل الإيمان والتقوى فهذا عمر وهذا عثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاس والزبير بن العوام وطلحة رضي الله عن الجميع فأزين لهم عمر ومكث وسع قال ثم جاء الحاجب يعني يقول هذا العباس وعلي يستأزينان العباس عمر النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يستأزينان على عمر فقال إذن لهما فلما دخل العباس فقال يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا وهما حينئذ يختصن يعني حصومة بين علي وبين العباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما خصومة شيء من الجدل شيء من الاختلاف في الرأي بينهما قال يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من أموال بني النظير نذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينته في ترك مهلا كان له نصيب في فدك صلى الله عليه وسلم كان له نصيب في خيبر كان له نصيب من أموال بني النظير هذا كله قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورس إذا متنا لا نورس أمالي تروح فين يدعالها الله عزيزي الطعمة للخليفة اللي بعد النبي صلى الله عليه وسلم يطعم منها المسلمين يوزعها للمسلمين ففعل ذلك أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وفعل ذلك عمر ثم كأن عمر بدله أن يعطي هذه الأموال لعلي وللعباس يقسمونها كما كان يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم إذا العباس هو من معه وعليه من معه يقسمون هذه الأموال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسمها ولكن هنا عمر أصد يكونوا لاثنين مع بعض علي والعباس أنتوا لاثنين مع بعض حيث تقسموا هذه الأموال صدقات على المسلمين كما كان يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم فحصل خلاف بينهم حصل خلاف بين علي وبين العباس كأن كل منهما يرى أن أنا أوزع لفلان وفلان ودلأ أوزع لفلان حصل خلاف بين الاثنين ما هوش في أخذ المال لأنه لا يحل لهم أخذ هذا المال لا للعلي والعباس ولكن في توزيع هذا المال على الناس فاختصم لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال القوم يا أمير المؤمنين اقضي بينهما وأرح كل واحد من صاحبه فقد طالت خصومتهما فقال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة أتعلمون ذلك فقال الجالسون معهم من المشهرين بالجنة قالوا نعم عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أنه لا نورث والذين تركوا صدقة فسأل الإثنين فقال نعم قال فإني سأخبركم عن هذا الفي إن الله عز وجل خص نبيه صلى الله عليه وسلم منه بشيء لم يعطيه غيره يعني الآية وما أفاء الله على رسولي منهم فما أودفتم عليهم خير ولا لك وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة والله ما احتازها دونكم ولستأثر بها عليكم هذا النبي الكريم ودي الأموال العظيمة يفتح خيبر يكون له نصيب يفتح له فدك يكون له نصيب يكون له نصيب الأموال بني نظير بعد ذلك فيش حالة بدخلها في جيبه صلى الله عليه وسلم وإنما كان يعطي لنسائه النفقات النفقة الطعام اللي عليه ينفق عليهم صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك الباء وزعوا على المسلمين صلوات الله وسلم عليه فقال والله ما احتازها دونكم ولستأثر بها عليكم صلوات الله وسلم عليه لقد قسمها بينكم وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال فكان ينفق على أهله منه سنة كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم ما بديش نفق الزوجات يوم بيوم لا ولكن كان نفقت سنة لكل وحدة من نسائه ثم بعد ذلك ينتبه لأحوال المسلمين إذا كف بيته صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ينفق على المسلمين بعد ذلك إذا احتاج المسلمين المسلمون أخذ من بيته وأعطى المسلمين صلوات الله وسلام عليه فيقول فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده أعمل فيها بما كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم وليته من بعد أبو بكر فأحلف بالله لأجهدن أن أعمل فيه بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعمل أبي بكر ثم ذكر أنه أعطى لعلي وللعباس هذا المال على أن يعمل فيه بعمل النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالقسم بين المسلمين يأم تعملان فيه على مكان يأم ردوا للمال وأنا أكفيكم هذا الشيء فخرج علي والعباس واتفق وردعه وقال العباس ادفعه لعليه فقطبت به نفسا يعني خليه لعليه هو ليوزعه بين الناس طبت نفسا فتنازل العباس رجل باب عنه لعليه أن يقسمه وهذا المال على الناس فانظر للمال المال حتى لو لم يكن المال ملكا لصاحبه حصل شركة ولو في توزيع المال ولو في توزيع المال ولو أفاضل الذين يقومون بذلك هذا علي والعباس من أفضل من هؤلاء هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وربيه وزود ابنته ولكن توزيع المال كل إنسان له وليت نظر له فلان يستحق لا ما يستحقش أدي فلان لا ما تديش لفلان فحصل خلاف بين علي والعباس حتى خضى عمر رضي الله عنه إما تتفق عني أما ردوا للمال وأنا أوزع المسلمين فاتفق على أن يعمل به علي والله أعلم نكتفي هذا القدر أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع